من يقف وراء الهجوم على معامل تكرير النفط السعودي اختلفت الإجابات قليلاً لكن كل الطرق تؤدي إلى إيران ففي الوقت الذي تبنت فيه ميليشيا الحوثي عملية الهجوم التي طالت شركة أرامكو السعودية استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية انطلاق الهجمات من اليمن موجهة التهمة لطهران وقالت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بأن إيران تقوم بالدبلوماسية كاذبة للتقطية على تدخلاتها في المنطقة بينما اكتفى المبعوث الأممي لليمن بالإعراب عن قلق الأمم المتحدة من الهجوم الذي تبناه الحوثي معتبراً إياه تصعيداً عسكرياً مقلقاً كانت المملكة قد استيقظات السبت الماضي على انفجارات داخل معامل شركة أرامكو لتكرير النفط أدت وفق تصريحات وزير الطاقة السعودي إلى توقف عمليات الانتاج بشكل موقع وبدت إدانة الوزير السعودي باتجاه تفضيل تدويل الاعتداءات على بلاده حيث وكد على أن الاستهداف لا يهدد السعودية فقط بل أيضاً إمدادات البترول العالمية داعياً المجتمع الدولي للدفاع عن مصالحه ليست هذه أول مرة تستهدف فيها المرافق البترولية والمدنية في السعودية فقد حدثت عمليات اعتداءات مشابهة تبنت ميليشيا الحوثي أغلبها لكن الهجوم على أرامكو أتى في ظل تطورات معقدة تلقي بسلبياتها على اليمن حيث تقاربت الإمارات الحليف الإقليمي للرياض مع طهران داعمة انقلاباً فعداً في الوقت الذي تخوض فيه واشنطن الحليف الدولي للرياض محادثات سرية مع واشنطن بالتزامن مع عقد المباحثات الأممية في الحديدة وهو ما يضع السعودية أمام مفترق طرقه الدعم الجاد لاستقرار اليمن ووحدته كطريق وحيد لهزيمة ميليشيا الحوثي أو البقاء تحت رحمة التهديدات الإيرانية